إن دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة ثانية فلنصبر أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد كل شيء يولد صغيرا فأقبر كل شيء يولد صغير ثم يكبر الولد الطفل يعني سبحان الله ثلاثة كيلو جرام وبعد سبحان الله يعني مدة إلى غاية ما إلى أن يصير كما تعلم النبات يولد صغيرا وأكبر البيت الذي تبنيه المؤسسة التي تصنعها وهكذا كل شيء يولد صغيرا ثم ما عدا شيء واحد تولد كبيرة ثم تزور المصيبة طيب هجمت المصيبة عليك أنت أتراها مصيبة يعني واحد كان صحيح البدن أصبح مريضا أصبح الناس الآن فلان أصيب بفيروس كذا فلان أصيب بمكروب كذا فلان أصيب بكذا فلان عنده مرض كذا وهكذا سبحان الله فهذه في ظاهرها في الوهلة الأولى هذه المصيبة طيب كيف أتعامل مع المصيبة خلاص هي منصيبة ولكن لا تدعي أن مصيبتك أكبر من فلانة أو مصيبتك أكبر من فلانة لا يعني كل مصيبة كما قلنا من قبل مفصلة كالثوب كل واحد مفصل عليه المصيبة اللي تخصه وبعدين إما يتعايش معها أو يحاول أن يتصبر أو يحاول أن يصل إلى بر السلام أو يحاول أن يكسب من المصيبة أجرا طيب في ستة أمور إذا استوعبتها في المصيبة صارت المصيبة أهوا وأخف وأقل وتمر مرة كرامة فضل الله أول شيء أقتنع به عندما تأتي المصيبة أن كل شيء بقضاء من الله وقدر خلاص هذا ابتلاء من الله مرض موت عزيز علينا فشل معين لك أو لابنك أو لابنك يعني يعني استغناء عنك في العمل أو إلى آخرة مصيبة خلاص يبقى لكن كل شيء بقضاء يا الله خلاص طيب الأمر الثاني إن الجزعة لا يرد المصيبة يعني هل الجزعة على المريض يشفيه هل الجزعة على الميت يرجعه هل الجزعة على وهكذا إذن الجزعة لا يرد المصيبة ثم الأمر الثالث ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه يعني واحد أصيبه بعينه قال له لا خلاص عينك دي صعب وقد لا ترى به لكن خلاص في الحمد لله إنه مش العينين مش العينين والسمع مش السمع والمش وهكذا يبقى إذن ما أنت فيه يعني أخف مما هو أكبر منه ثم أن لكل قدر حكمة لازم يكون في حكمة أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه الزكاة وأقرب روحما يبقى إذن كل قدر له حكمة معينة أردت أن أعيبها وكان أوراهم ملك في حكمة في حكمة سبحان الله بس علمها من علمها وجهلها من جل أهم شيء وهو الأمر المؤمن يراه أن كل مصيبة لها ثواب إذا صبرت إذا صبر من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله أهم شيء في الستة رقم ستة أن المصيبة ليست في دين الله يا الله شوف أنا أرى أكبر مصيبة أن إنسان يعيش طول حياته لا يصلي طول حياته لا يعرف يعني زكاة هي طول حياته كارهة للحجاب ومتفلتة إلى أن تدفل محجبة لا إله إلا الله بالأمر وبعدين كام سنة نحكي على المضيفات مثلا مثلا الطيرات لا يا شيخ أنا لا أستطيع أنا لو لبست كده ساتر جاء الشيخ كورونا فحجبها يا الله يعني هترى إن شاء الله لما الطيرات تطير سبحان الله كله لبس حجاب بالأمر الحجاب الكوروني مش الحجاب الإسلامي الحجاب الكوروني الحجاب الضرورة لا الأمر المهم نعود إلى قضية المصيبة النسر يعيش سبعين سنة يجي عند سنة أربعين المنقار بتاعه يضعف المخالب أو الأظافر تضعف لتستطيع أن تبسك الفريسة الريش يثقل عليه أمامه أمرين يستسم وينتظر الموت لأنه هيكل من إيه وده ملك الجو أو أن يتصرف عنده همة يصعد أعلى قمة وهناك يكسر منقاره هذا الذي تعجز ويطلع منقار جديد يخلع أظافره تطلع له أظافر جديدة يحك في الجبل والحجر ريشه يتساقط هذا الريش ويطلع الزغب وريش جديد يعوده نصرا قويا ملكا للجو يعيش بعد كده 30 سنة إذن عنده همة عنده همة لا إله إلا الله فالإنسان يكون عندهم وبعدين يعني لا داعي المصيبة في البيوتنا أنني لا أستوعب الآخر يعني دائما هو أخذ موقف من زوجته وهي واضى موقف منه بالضبط عاملين زي 3 عميان جابوهم عشان يوصفوا الفيل فهو الواحد تقدم قال اه دا عبارة عن أربعة عمدة وفوكها شيء التاني قال لا 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 دا زي المكنسة اللي بنكنس بها الترب في الشارع سبحان الله التاني قال ايه قال لا دا عبارة عن حبل طويل هو الفيل دا هل كذب الثلاثة ما كذب الثلاثة لكن ما صدقوا في الوصف الكامل دا شافع عمدة للسيقان الأرجل التاني شاف الأذن فقال دا زي المكنسة التالي قال دا زي الخيط الطويل او الحبل الطويل اللي هو الخرطوم سبحان الله كل واحد منهم صادق لكن صدقه يتكمل مع الأهلاء لا انا من وجه انا لا اصدق عايش مع سبحان الله العظيم الرجل اه يعني اه الفاق قاعد عند الملك فالملك قال ايه من يعلم حمارا من اه حمري القراءة والكتابة في خلال خمس سنوات واعطيه مئة الف دينار من الذهب فقول طبعا بصل بعضه في الحمار يتعلم قراءة واحد من اللي جاعدين قال انا ايها الملك قال وان لم تتعلم الشرط ان علمتوا خير وبركة تاهدوا المئة الف اه تاهدوا خمسين الاول وخمسين عند الايه عند تسليم الحمار متعلما او مش هادة او اجازة وان لم تعلمه سوف اقطعوا رقبتك توقع على الله اعطان خمسين الف وسلموا الحمار الملك غادر المجلس والناس جاعدت تلوم فيه انت تجننت انت البعيد تعلموا الحمار ازاي قال صبرك بالله الخمس السنين دي يموت الحمار يموت الملك يموت انا يعني واحد يقول ايه الهروب الى الامام الهروب الى الامام فانا بالله عليك عشان تخف عنك المصيبة خلي خلي سبحان الله عندك شيء من التجديد يعني من التجديد والله لو اصبح الناس اطفالا في سلوك الاطفال لا يعني راقة حياته الطفل ايه الطفل اولا تخوفه بالشيء الصغير يخاف وبعدين لا يحمل هم الرزق الولد الرضيء بيرضع الساعة ستة هيقول هم الساعة 8 ابد ما انت عن ما انت رضيع عمد الله سبحانه وتعالى هيرضعك من فضله ويعطيك من كره لا اله الا الله الطفل يعني يرجح سريعا ويلعب مع ايه مع الطفل اخوه سبحان الله العظيم وبعدين لا يعرف الحقد ما يعرفش سبحان الله احبتي ان ساعة ان دقيقة الالم نعم ساعة وساعة اللذة ثانية لكن المصائب تطهر من المعايب وتنقينا وترجعنا مرة اخرى ونأخذ الدروس لعل هذا الاتلاء الذي نحن فيه نكون استوعبنا الدرس ان الله يريد ان يرجعنا اليه ويريد ان يعلمنا انني انا الله رب العالمين نسأل الله سبحانه ان يرفع عن كل مصاب مصيبته وان يصبر كل انسان على مبتله وان ينجينا وإياكم وان لا تكون مصيبتنا في ديننا فاللهم يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا حرصنا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته